الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للوقف الحرب ووضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطع غزة القوات المسلحة تعلن استشهاد أحد عناصرها المكلفة بالتأمين خلال حدث إطلاق نار بمنطقة الشريط الحدودي برفح وتؤكد أن الواقعة قيد التحقيق عشرات الشهداء والمصابين في مجزرة خيام النازحين برفح الفلسطينية ومصر تدين الاعتداء وتطالب إسرائيل بتنفيذ تدبير العدل الدولي السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت الدينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من تلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتح السيسي ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب على قطاع غزة بما يضع حدا للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي القطاع ويحول دون توسع صراعي وامتداده وخلال استقباله وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهورية شدد الرئيس السيسي على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وتدعياتها الإنسانية والأمنية استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهورية برئاسة السانيتر جيري موران عضو لجنة الاعتمدات بمجلس الشيوخ بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوفد الأمريكي أكد أن زيارته تأتي في إطار الأهمية الخاصة التي توليها بلاده للشراكة الاستراتيجية مع مصر منوهين إلى إسهامها الكبير كركيزة للاستقرار الإقليمي وتقديرهم للجهود المصرية لإرساء السلام والأمن بالمنطقة لافتين في هذا الصياق إلى الدور المصري الجوهري في دفع الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى بالإضافة إلى الجهود الهائلة التي بذلتها مصر وما زالت تطلع بها لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة معربين عن بالغ الشكر والتقدير لدور مصر والقيادة المصرية في هذا الصدد وقد شهد اللقاء حواراً معمقاً حول مجمل الأوضاع الإقليمية أكد خلاله السيد الرئيس ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب بما يضع حداً للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وامتداده مشدداً على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية والأمنية كما شدد السيد الرئيس على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة ترجمة نانسي قنقر أعلنت القوات المسلحة أنها تجري تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح وأوضحت القوات المسلحة أن حدث إطلاق النار أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين أدالت مصر بأشد العبارات قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النزحين في مدينة رفح الفلسطينية والذي أصفر عن سقوط المئات من القتل والمصابين اعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذا الحدث المأسوي يعد إمعاناً في مواصلة استهداف المدنيين العزل وسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية كما جددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلية تضاف لسجله المكتظ بالجرائم والتي لم تتوقف منذ أكثر من سبعة أشهر على الرغم من الضغط الدولية ففي أحدث جريمة لجيش الاحتلال الإسرائيلية استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء في قصف استهدف خيام النازحين شمال غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة مخيم النزوح المكتظ بالآلاف والذي تم إنشاؤه حديثاً قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في شمال غرب مدينة رفح الفلسطينية استهدفته طائرات الاحتلال بثماني صواريخ لتحرق من بداخل تلك الخيام على الرغم من إعلانه سابقاً منطقة آمنة وبعد سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عدم وجود مستشفيات قادرة على التعامل مع هذا العدد الكبير من الضحايا جراء إخراج الاحتلال المنظومة الصحية في قطاع غزة عن الخدمة سواء من خلال استهدافها المباشر أو من خلال منع وصول الإمدادات اللازمة إليها مشيرة أنه جرى نقل جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفيات ميدانية ومن جانبه قدم جيش الاحتلال تبريرات واهية بأن الضربة وجهت لأهداف مشروعة بموجب القانون الدولي حسب زعمه مشيراً إلى أنه استخدم قذائف دقيقة الجريمة الإسرائيلية الجديدة جاءت بعد أيام قليلة من أوامر محكمة العدل الدولية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية وهي الأوامر التي تحدتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لتواصل عدوانها الغاشم والذي أدت إلى سقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين هو تصعيد عسكري متواصل لجيش الاحتلال وجرائم حرب لا تنتهي وتحدي مستمر للقوانين والأعراف الدولية ينذر بتصعيد خطير في المنطقة التي تعاني بالفعل من تبعات هذا العدوان النازحون في رفح الفلسطينية أعربوا عن غضبهم الشديد من استهداف مخيماتهم وأكدوا كذب سلطات الاحتلال وأنه لم يعد هناك مكان آمن في رفح الفلسطينية 24 ساعة مع مدار الساعة فيه شهداء وقتلوا وجرحة وصبات أطفال تتيتهم أبرياء لا لهم دنب ولا حاجة نزحوا من مكان لمكان بلاول على لقمة العيش هذه خبزت لخوة الخبز عشان توديله إياه من قرية الأكل العند الاحتلال حكينا أنه هذه المنطقة آمنة وقعدوا فيها لأنها منطقة آمنة نصبنا خيامنا وقعدنا فيها ولكن فيش منطقة آمنة عندنا في قطاع غزة المكان اللي إحنا قاعدنا فيه هاي من استهدفون وقتلوا أطفالنا وحرقوا نسائنا وشيوخنا في داخل المكان الآمن اللي بحكوا عنه وبالدعي للاحتلال أنه هو مكان آمن المرة السابعة على النزوح في قطاع غزة وهو مكان محدود قطاع غزة ليس زي مساحات الدول الأخرى كله مكان صغير ولكن هو المرة السابعة على النزوح واحتمال إحنا نكون الثامنة بعد هذه المجدرة اللي ارتكبها في عائلتي في رفاح قالي جداً والنار ولعت حوالينا الصغار صار يسرخوا الولاد كل الغرف اللي حوالينا زينجو هذا يعني الصوت كان مرعب حسينا كأنه زينجو بده يقع علينا شضايا مرقت علينا في الغرف جارنا الله يرحمه وكان بصلي واستشهد مختبعه وطلع على الحطان الغرفة تبعتنا كلها شضايا أنا بتطلع في أولاد مين طيبين ولا مش طيبين إيش زينجو يعني الحكاية الزينجو هذا بحميش بنا أدمية منازلين عليه سواريخ ستة عشر ولا جناب الأطنان على زينجو أكد مفوض عام وكلة الأنروا فليب لازاريني أن الوكلة لم تتمكن من التواصل مع فريقها في رفاح الفلسطينية الليلة الماضية بسبب القصف الإسرائيلي لافتا إلا أن الصور التي تصل من هناك مروعة أضف لازاريني أن القطاع غزة تحول إلى جحيم على الأرض مشيرا إلى أن الوكلة تتافح من أجل إدخال المساعدات إلى القطاع هناك أكثر من مليون شخص نزحوا قصريا ونصف سكان غزة اضطروا للعيش على الطرقات وهم يعانون من أجل الوصول إلى المساعدات ونحن نواجه معانا من أجل توصيل المساعدات بالأمس كان هناك صور مروعة لأشخاص كان هناك عدة ضحايا وكذلك أيضا بعض المستعمرات تعرضت لصواريخ ولقي بعض الأشخاص مسرحهم ولم نتمكن من التواصل معهم بسبب صعوبة في الاتصال ولم نتمكن من الوصول إلى الفرق العامل على الأرض الواقع لمعرفة التطورات موسيقى 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 إن التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجوعه وترويعه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصاني أو تحقيق الأمن دعا وزير الخارجية سامح شكري إلى ضرورة تضافر التحركات العربية والأوروبية للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة وضرورة تحمل إسرائيل المسئولية القانونية عن الأوضاع الإنسانية في القطع جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في اجتماع المشترك لمجلس أشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأميني عامي جامعة أدول العربية لتبحث حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطع غزة وأكد شكري خلال كلمته أن إسرائيل مستمرة منذ بدء الأزمة في الإمعاني في تمفيذ سياساتها الممنهجة باستهداف المدنيين وإحكام الحصار وتجويع الفلسطينيين في غزة أكد وزير الخارجية سمح شكري أن مصر تفعل كل ما في وسعها لوقف الأعمال العسكرية والتوصل لهدنة في قطع غزة وخلال إحاطة أدل بها فور وصوله لمقر المجلس الأوروبي حذر شكري من مخطط تصفية القضية الفلسطينية من خلال جعل الحياة في غزة غير قابلة للاستمرار مصر تفعل كل ما بوسعها لوقف الأعمال العسكرية للتوصل لهدنة والإفراج عن الرهائن ولكن أيضا ضرورة التنبه إلى ما قالت إليه غزة من تدمير يجعل الأمر مخطط للدفع وتصفية القضية الفلسطينية من خلال جعل الحياة في غزة غير قابلة للاستمرار سوف نستمر في الجهود لوقف هذه الاعتداءات أيضا الوضع في الضفة الغربية لا بد أن يتم التعامل مع عنف المستوطنين قال وزير الخارجية سامح شكري أن الاستهداف المستمرة للمدنيين الفلسطينيين والأضرار البالغة التي شهدناها برفح الفلسطينية تقتضي أن يتيقظ الضمير العالمي لهذا الوضع وأضف شكري أن وصول عدد الضحايا المدنيين إلى 36 ألف وعدم تحرك المجتمع الدولي هو أمر غير مسبوق بالتأكيد أن الاستهداف المستمر المدنيين وما أتب من أضرار البالغة وشهدناها بالأمس تقتضي أن الضمير العالمي تتيقظ لخطورة هذا الوضع وأن يصل عدد الضحايا من المدنيين إلى 36 ألف ولا يتحرك المجتمع الدولي فهذا أمر غير مسبوق ولا يمكن الاستمرار على هذا العدد من الضحايا والمصابين واستمرار هذه الحرب كما أكد وزير الخارجية سمح شكري خطورة استمرار إسرائيل في حربها على قطع غزة وتبعاتها على أمن واستقرار المنطقة فضلا عن ممارساتها التصعيدية في الضفة الغربية خلال لقائه وزير خارجية السويد أكد شكري التزام مصر الراسخ بمواصلة تحركاتها السياسية والديبلوماسية مع جميع الأطراف الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار التقى وزير الخارجية سمح شكري مفوضة للتحاد الأوروبي للسياسة الجوار والتوسع أليفر فرهالي تناول اللقاء التشور حول الخطوات المستقبلية لتفعيل الأعلان السياسية للشركة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبية فضلا عن مناقشة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطع غزة والسياسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية أدان مجلس وزراء الصحة العرب برئاسة مصر كفة أشكال العنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني الشقيق واستنكر الهجوم ضد المستشفيات والمنشأة الصحية جاء ذلك في ختم أعمال الدورة العادية أستين لمجلس وزراء الصحة العرب والتي تعقد بمدينة جناف أسويسرية حيث دعا المجلس المجتمع الدولي ومنظمات الصحية الدولية لتحمل المسئولية الإنسانية وممارسة الضغط الشديد لوقف الهجمات العشوائية التي عصفت بالنظام الصحي في فلسطين وأسفرت عن خروج شبه كامل للمستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة كما أعربت مصر عن دعمها الكامل للمقترح المطروح خلال أعمال اللجنة الفنية الاستشارية والذي يستهدف تشكيل لجنة من الدول الأعضاء للدراسة وتقييم الوضع الراهن في قطاع غزة وتحديد خطة عمل عاجلة لإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني وتحديد الاحتياجات التي يتطلبها بصفة عاجلة ينضم إلينا الدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة الفلسطيني من جونيف دكتور ماجد أبو رمضان أولا نتوجه إلى حضرتك بالتعازي في شهداء فلسطين والتضامن المصري الكامل شعبا وقيادة مع ما تمرون به من محنة شديدة دكتور ماجد أبو رمضان دكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة الفلسطيني ينضم إلينا من جونيف حيث يعقد هناك اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب دكتور ماجد أبو رمضان هل تسمعوني انقطع الاتصال لعطل في المصدر ونعاون التواصل مرة أخرى مع وزير الصحة الفلسطيني من جونيف ونواصل نشاتنا حيث دعا وزراء خارجية أسبانيا وأيرلندا ونرويد إلى ضرورة أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية فورا وقال وزير الخارجية الإسبانية خصي مانويل البارس خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيريه الأرلندي والنرويدي في بروكسل إن الدولة الفلاث ستعلن رسميا غدا الثلاثاء الاعترافة بدولة فلسطين وأكد البارس أن كل قرارات المحكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف وعلى إسرائيل وقف عملياتها افتراف حل فلسطينية مشيرا إلى أن قشف المدينة هو حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية مؤكدا أنه سيطلب من نظرائه الأوروبيين دعم عمل المحكمة وبدوره قال وزير الخارجية الأرلندي مايكل مارتن إن الدول الثلاث تركز على كافية المشاهمة في خطوات ملموسة من أجل ضمان يحق الفلسطينيين في تقرير المصير والتطبيق حل الدولتين وينضم إلينا الآن من جناف الدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة الفلسطينية دكتور ماجد مساء الخير مساء الخير يا فاندم أولا نقدم كل التعازي في شهداء فلسطين وفي المجازر التي تحدث هناك والتضامن الكامل من الشعب المصري والقيادة المصرية نحن كشعب فلسطيني نشكر لمصر وقيادتها رئيسا وحكومة وشعبا وكافة الأطراف المبادرة العظيمة التي تقوم بها لإثنادنا ونتقبل عزائكم وهو عزاء مشترك لأن الشعب الفلسطيني والشعب المصري هو شعب واحد وأكبر دليل على الغطرس الإسرائيلية أنها في خلال المذابح التي تقوم بها في رفح خلال الأيام السابقة وهذا استمرار للدوان المستمر منذ سمعة وثمانية أشهر وأنهم اليوم يقدم أيضا التعازي للشهيد المصري البطل الذي استشهد على الحدود في رفح نعم دكتور ماجد بالنظر إلى الوضع الصحي المأساوية في قطاع غزة إلى أي مدى تنظرون إلى مخرجات اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بخصوص الوضع الكارثي في قطاع غزة وإمكانية المساندة العربية لفلسطين في مجال قطاع الصحة يعني قطاع الصحة تدمر بالكامل تقريبا أكثر من 80% من المستشفات والمراكز الرعاية الأولية دمرت وقتل من أطبائنا وتمريضنا والعملين الصحيين لآخرين أكثر من 500 شخص وهذه كارثة كبرى نحن ننظر لما جرى بالأمس في اجتماع وزراء الصحة العرب على أنه كامل الدعم لفلسطين وهذا تقوده جمهورية مصر العربية ونحن نشكر لمعالي وزير الصحة والسكان المصري ما قام به ويقوم به لإثناد وزار الصحة الفلسطينية والشعب الفلسطيني نحن نأمل كما قامت مصر باستقبال ضحايا العدوان من جرحة ومن مرضى تقطعت بهم السبل وفقدوا سبل علاجهم أن يستمر هذا الدعم باستقبال مرضانا وجرحانا وأيضا أن يتم توفير الأدوية والمستلزمات الصدية اللازمة وخصوصا في الفترة الحرجة الأولى بعد ذلك نأمل أيضا في مساعدة بمريض مصر العربية والأشقاء العرب جميعا وكل الدول الصديقة بإعادة تأهيل وبناء القطاع الصحي الفلسطيني وهذا سيأخذ أشهر وأيضا سنوات ولكن نحن واثقون ما دامت مصر بجانبنا وما دامت الإخوة العرب بجانبنا نحن واثقون من أننا سنعيد بناء القطاع الصحي الفلسطيني مرة أخرى وسننهض من الرماد نعم أشكرت جزيل الشكر معالي الوزير الدكتور ماجد أبو رمضان ووزير الصحة الفلسطيني كنت معنا من جناز ترجمة نانسي قنقر أكدت خارجية الاحتلال الإسرائيلي أنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة توقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل وقال وزير الخارجية يسرائيل كاسا في بيان منفصل لأن إسرائيل نفذت إجراءات عقبية أولية ضد القنصلية الإسبانية في القدس بعد اعتراف الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين والأسبوع الماضي أعلنت إسبانيا وإيرلندا ونرويج قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من غد الثلاثاء طالب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى طالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة وخلال كلمته في الاجتماع الوزري للشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل طالب مصطفى المجتمع الدولي بتوفير حزمة دعم مالي طارق ومباشر للميزانية وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب العدوان كما أكد أن الحصار المالي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية توصل مصر جهودها الدبلوماسية والإنسانية لوقف ألة الحرب الإسرائيلية على غزة وإدخال مزيد من المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع ونفذت الدولة بتحركة دبلوماسية مكثفة منذ بدء العدوان في أكتوبر الماضي من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف إطلاق النار على قطاع غزة انتصار جديد للمفاوض المصري ذي الخبرة العريقة لدعم الأشقاء الفلسطينيين فبعد توقف دخول المساعدات الأكثر من عشرين يوما نتيجة احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح بدأت قوافل الإغاثة المصرية في تضافق إلى القطاع بعد تحركات واتصالات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل تلك الانفراجة جاءت بعد توافق على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود وتسليمها مؤقتا عبر معبر كارما بوسالم إلى الأمم المتحدة وليس إسرائيل وذلك بعد مكالمة هاتفية تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن الموقف المصري بهذا الصدد كان واضحا منذ البداية أنها لن تتعامل مع سلطة الاحتلال في معبر رفح الذي أكدت مرارا أنه معبر مصري فلسطيني إلى ذلك وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي استأنفت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار الأيام الماضية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على القطاع وهكذا تبقى القضية الفلسطينية في قلب كل مصري فيتعتبر جزء من الأمن القومي نظرا لروابط الجغرافيا والتاريخ والدم فهي أبدا لم تخضع في أي مرحلة لحسابات مصالح آنية ولم تكن أبدا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية السدسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها خلال جولة التفقدية في الإسكندرية والبحيرة مدبولي يكلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع خطط لوقف تخفيف الأحمال بنهاية الصيف الجاري استقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الرئيس الأوكراني بلادمير زيلانسكي وذكرت صحيفة البيس الإسبانية نقلا عن مصدر مطلعة أن إسبانيا تعتزم إرسال صواريخ باتريوت والدبابات ليوبارد إلى أوكرانيا في إطار حزمة أسلحة بقيمة 1.23 مليار دولار وضافت صحيفة أن إسبانيا سترسل 12 صاروخا من طراز باتريوت مضادا للطائرات إلى أوكرانيا و19 دبابة مستعملة ألمانية الصنع من طراز ليوبارد 2A4 وأسلحة أخرى إسبانية الصنع مثل معدات ودخائر مضادا للطائرات المسيرة قال الكريملين أن حلف شمال الأطلنطي بالفعل في مواجهة مباشرة مع روسيا وأن التحالف العسكرية الذي تقوده الولايات المتحدة يصاعد الصراع في أوكرانيا من خلال إطلاق تصريحات عسكرية قوية نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين قوله أن التصريحات التي أدل بها يانسي ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي متناقضة وقال ستولتنبرج لمجال إيكونوميست أن أعضاء الحلف الذين يزودون كياذ بالأسلحة يجب أن يتوقفوا عن حظر استخدامها لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرج قال أنه يتعين على الحلف تعزيز دعمه لأوكرانيا على المدى الطويل وضف ستولتنبرج أن نيتو يستعد للعب دور أكبر في تنسيق الدعم الأمني والتدريب لأوكرانيا مطالبا بضرورة أن يكون لدى الحلفاء قطة لتجديد مخزونهم العسكري وزيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة بالمقابل شدد أمين العام لنيتو على أنه في الوقت الذي يجري فيه تعزيز دعم أوكرانيا فأنه لا توجد قطة لإرسال قوات الحلف إلى أوكرانيا أو توسيع مضلة الدفع الجوي للحلف لتشمل أوكرانيا قتل شخص وأصيب ثلاثة أخرون في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة وقود في منطقة أوريول الروسية قرب الحدود الأوكرانية وقال حاكم المنطقة إن طائرة مسيرة سقطت على محطة وقود في مدينة نفني ما أدى إلى إطلاف واجهة مبنى إداري مضيفا أنه تم تنفيذ هجوم آخر بمسيرة بعد وصول جهاز الثوارئ إلى مكان الحادث وتابع أنه بحسب المعلومات الأولية قتل شائق سيرة إطفاء وأصيب ثلاثة أخرون من العاملين في جهاز الثوارئ أعلن الجيش الكوري الجنوبي إجراء مناورات جوية ردا على إعلان كوريا الشمالية خطة لإطلاق قمر إصطناعي للاستطلاع لأغراض عسكرية وأفدت هيئة الأركان المشتركة أن حوالي 20 طائرة مقاتلة من تراز F-35A وF-15K وKF-16 أجرت مناورة على الطيران الهجومي وتدريب على الضربات جنوب خط حظر الطيران وأكدت هيئة الأركان المشتركة أن الهدف من إجراء هذه المناورات هو إظهار التصميم والقدرة على الردع ثورا في حالة أي استفزاز من جانب العدو قال رئيس المزراء مصطفى مدبولي أنه يركز خلال جولاته الميدانية على القطاعات التي ستقود الاقتصاد المصري وخلال مؤتمر صحفي أوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة توازن الواردات والمصرفات للدولة مجددا الترحيب بالقطاع الخاص في جميع المشروعات الحقيقة دايما في كل زياراتي أنا عايز بس أأكد على حضراتكم مش مجرد أن احنا بنعرض المشروع ولكن بنناقش مع القطاع الخاص كيفية توسيع وتطوير مشروعاته بما يحقق تقليص الفجوة الاستيرادية اللي احنا النهاردة كمصر بنقول عندنا هي دي هي المشكلة فالحقيقة النهاردة لما كنا بنتكلم مع المديرين وملاك المشروع بتاع المزرعة النموذجية ومشروع اللي حضركم شايفينه من أكبر المشروعات للإنتاج الحليب اتكلمنا معاهم على مشروع جديد لإنشاء مصنع لإنتاج اللبن البودرة مصر بتستورد أكتر من مئة ألف طن في السنة لبن بودرة ودي تكلفتهم الاستيرادية عالية جدا فالنهاردة كنا بنتكلم مع القطاع الخاص على بدء إنشاء مصنع وبأسرع وقت ممكن علشان يغطي جزء من احتياجاتنا في هذا الموضوع كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك أكثر من مئة مليار جنيه تمثل دعما حقيقيا لرغيف الخبز وأوضح مدبولي أن الحكومة تشجع الفلاح لتوريد القمح للدولة والذي يمثل من 35 إلى 40% لما تحتاجه الدولة لإنتاج الخبز المدعمة احنا كدولة بقت فطورة الدعم الكبير جدا للخبز كبيرة جدا ولازم إن إحنا سيظل الخبز مدعوم أنا بس بأكد على هذا الموضوع ولكن إحنا بنتكلم على إن لازم يبقى فيه تحرك يعادل أو مش يعادل يعني يتناسب مع الزيادات الرهيبة اللي بتحصل في سعر رغيف الخبز أنا عايز بس أقول لحضراتكم إحنا بنتحرك إزاي كوزار التموين اللي هي معنية بإنتاج الخبز إحنا تاني عشان أأكد لحضراتكم الرقم أقربوا مصر بتنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويا 100 مليار رغيف الدولة بتبيعه بخمس قروش يعني إجمالي ما تتحصل عليه الدولة من الميت مليار خمسة مليار جنيه طيب إحنا بنشجع إن ناخد بقدر الإمكان الإنتاج من الأمح اللي بيبقى من الدولة المصرية وبنحفز الفلاح المصري علشان نقلل فطورة الاستراد ونقلل العبق على الدولار بنحفز الفلاح المصري إنه يورد وجزء من التحفيز إن إحنا بتدينا نزود بصورة كبيرة جدا سعر توريد الأردب بتاع الأمح وأشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من 60% من الغاز الذي تنتده مصر يذهب لتوليد القهرباء لفتن إلى أنه كلف وزيري القهرباء والبترول بوضع خطة لوقف قطع الكهرباء بحلول نهاية التوقيت الصيفي في نوفمبر أو ديسمبر القادمين أنا كلفت الوزيرين وزير الكهرباء والبترول إن هم يحطوا سيناريو واضح إزاي مع انتهاء التوقيت الصيفي نوقف تخفيف الأحمال يعني بنتكلم نوفمبر أو ديسمبر بحد أقصى نتوقف عن هذا الموضوع موضوع ده حيتطلب إيه؟ إنه لازم يبقى فيه موارد ولازم نبقى واخدين بالنا لازم يبقى عندنا موارد علشان نقدر إن إحنا نجيب الكميات والمنتجات البترولية اللي تمكننا إن إحنا نحقق هذا المستهدف عشان كده أنا طلبت مرة أخرى من السيد وزير الكهرباء يضع خطة أخرى لمدة أربع سنين إزاي تدريجيا إن إحنا نحرك أسعار الكهرباء بحيث تكون دايما الفئات الأوليلة مدعومة بصورة كبيرة ولكن على الأقل نبدأ بعض الأنشطة الأخرى هي اللي تدعم جزئيا هذا الموضوع وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في محافظتي البحيرة والإسكندرية في إطار دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية ومن أجل تزليل التحديات التي توجه تلك المشروعات واستهلمت بولي جولته بتفقد شركة الإسكندرية الزراعية لمار بمدينة النبارية بمحافظة البحيرة وخلال الجولة أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارته الحالية لمنطقة النبارية والتي تعد الزيارة الثانية خلال بضعة أشهر تأتي في إطار حرس الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطع الخاص في قطع الزراع كما أكد الرئيس الوزراء مصطفى مدولي حرصه على زيارة المشروعات الصناعية الرائدة خاصة التي تسهم في زيادة الإنتاج لتلبية احتياجة السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية وخلق فرص عمل جديدة جاء ذلك خلال تفقده مصنع جروب سب مصر زهران للأجهزة والأواني المنزلية بمدينة برج العرب الجديدة وخلال الجولة تمت الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا المجال بما يتواكب مع خطة الدولة لتوطين مختلف الصناعات كما تفقد مدبولي ما صنع شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريليك واستمع مدبولي إلى شرح بشأن خطط الشركة المستقبلية وأشهد بجودة المنتجات وتنوعها مؤكدا دعم الحكومة لخطط الشركة لزيادة استثماراتها والتوسع في التصدير بما يتسق مع أهداف الدولة هذا وتفقد رئيس الوزراء مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية بمدينة برج العرب الجديدة وأكد مدبولي خلال جولته تفقدية أن صناعة الزيوت في مصر تعد من الصناعات الواعدة التي لديها فرص للنمو مشددا على أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا المجال من أجل توفير احتياجات السوق المحلية وتقليل الفطورة الاستيرادية وتحقيق الربط بين الزراعة والصناعة صرح المنصق العام للحوار الوطني ضيء رشوان بأنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة بالبلاد فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار وذلك يوم السبت الموافق الأول من يونيو بمقر الأكديمية الوطنية لتدريب وأوضح المنصق العام بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة وأضف رشوان أن جدول الأعمال سيتضمن مناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار كما سيتم متابعة وتقييم لجاني وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها أو اقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها استقبل وزير الداخلية محمود توفيق نظيره الفلسطيني زياد هاب الريحة حيث استعرض أوجه التعاون المشتركة وأسليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستردات في قضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وقد أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بالزيارة نظيره الفلسطيني للقاهرة والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتين البلدين كما أكد التزام وزارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأجهزة الشرطية الفلسطينية انتلاقا من الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية كما أشار وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم في مجالات العمل الشرطي ترجمة نانسي قنقر والآن متابعة الأهم الأخبار الاقتصادية مع مصطفى ميزار إليك مصطفى شكرا دينا فكري شكرا إلهام نمر أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في النشرة السادسة أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين حرص المنطقة على جذب العديد من الاستثمارات الكورية الجنوبية خلال لقاء وفد جمعية التنمية المصرية الكورية الجنوبية قال جمال الدين قال إن هذا التعاون يمهد لمزيد من الشراكة في القطاعات المستهدفة من قبل الهيئة التي ستسمح للاستثمارات الكورية الجنوبية بالوصول إلى السوق المحلية وإلى الأسواق الإفريقية أكدت وزيرة التعاون الدولي على أن إنشاء المحكمة العربية للتحكيم ومقرها القاهرة يعد تكسيدا للعمل العربي المشترك ويعزز من حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية يأتي ذلك على خلفية الصدفة مصر لاجتماعات المؤسسات المالية العربية والدورة التاسعة والخمسين لاجتماعات الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والعاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من سلسلة وجهات عالمية ينقش العدد الجديد موضوع أثر رقمنة الخدمات المالية على النمو الاقتصادي يذكر أن نسبة المواطنين المشمولين مالياً 16 سنة فأكثر في مصر ارتفعت إلى 77% في نهاية العام الماضي مقارنة بـ 64.8% في نهاية العام 2022 في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف وسط تدولات ضعيفة بسبب عطلتين في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وذلك بعد أسبوع خيم عليه تقييم تأقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم المستمر وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 93% إلى 82 دولار و36 سنة للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنحو 1.1% لتسجل 78 دولار للبرميل في المقابل ارتفعت الأسعار أسعار المزودة عالمياً بنسبة 84% لتصل إلى 2.45 دولار للتر وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.19% لتسجل 2.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلنت وزارة المالية الأوكرانية بدء مفوضات بين كيف وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد والممدد لأضافة المالية الأوكرانية في بيان لها أن الهدف من المهمة هو مناقشة تطبيق أوكرانيا لمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع إلهام نمر ودينا فكري شكرا لك جزيلا المصطفى ميزار تتواصل فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في الدورة الحادية عشرة والتي تستمر حتى الأول من يونيو المقبل في هذه الدورة تمت الاستعانة بفرق من السفرات المقيمة في مصر من مختلف ثقافات وأكثر من ثلاثين فرقة من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بأقاليم مصر المختلفة دقت الطبول وعزفت الموسيقات التراثية ليصدح مهرجان الطبول مجددا في قلب قاهرة المعز هي الدورة الحادية عشرة لهذا المهرجان الذي اكتسب مكانة تاريخية في إرساء قيم ورسائل السلام حول العالم عندنا دول متميزة السندي اليابان لأول مرة بتشارك معنا سفارة اليابان عندنا الحقيقة البرازيل السندي برضو ثقافة مختلفة عندنا الهند عندنا فلسطين عندنا جنوب السودان بالإضافة إلى تلاتين فرقة مصرية من أقاليم مصر المختلفة المهرجان السندي بتكلم عن السلام والشعوب والفن مع السلام طبعا هو الفن هو أسهل لغة للتعامل بالشعوب والتفاهم بالشعوب والفن مش حاليا أسهل من الفن جدا للتعامل بالشعوب افتتح المهرجان على مصرح السور الشمالي ببوابة النصر بمشاركة مختلف الفرق التراثية والشعبية حيث يشارك في هذه الدورة أكثر من ثلاثين فرقة بالإضافة لفرق من السفارات المقيمة في مصر خاصة فلسطين وجاء اسم المطرب الشعبي محمد طه شخصية المهرجان لهذه الدورة النهاردة المفهود أنا بمثل خالد الزكر المرحوم رئيس محمد طه طبعا ده علم من الأعلام الفنية في مصر رحمة الله عليه وأنا يمكن أسعدني الحظ لأنني كنت أعزف كمان قبل ما غني كنت أعزفت معايا في فترة كده وهو طبعا ده يعتبر من أعمدة الموال الشعبي في مصر الوطن العربي مشاركتنا في مهرجان الطبول السنة هذه بالنسبة لنا كفلسطين مختلفة شوية لأن الأوضاع الفلسطين والحرب والشهداء نحن اليوم يمكن جايين نقدم رسالة للعالم كله ونقول أن فلسطين ما زالت موجودة وكعادة المهرجان لا يخلو من الحضور الجماهيري الكبير من بداية افتتاحه وحتى نهايته بإقبال كبير وكأنه العيد التراثي الشعبي الذي ينتظرونه كل عام بصراحة أنا كل ما باجي بنبسط وبصراحة يعني مش عايزة أقول أكتر من أن ربنا يدمها وإن شاء الله يا رب كل سنة المهرجان ده بدعو للسلام بين جميع دول العالم فأبحث مع ممو فيه باجي بسمع فيه النشي الدينية لذكر السيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمر فعليات مهرجان الطبول حتى الأول من يونيو القادم على مصرح السور الشمالي وقصر الأمير طاز ومصرح الهناجر وبيت السناري بالسيدة زينب وسيستمر شعار المهرجان دائما حوار الطبول من أجل السلام محمود جميل التلفزيون المصري وصلنا مشاهدين إلى نهاية النشرة وإليكم تذكير بأبرز العنوات الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحربي ووضع حد المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة القوات المسلحة تعلن استشهد أحد عناصرها المكلفة بالتأمين خلال حادث إطلاق نار بمنطقة الشريط الحدودي برفح وتؤكد أن الواقعة قيدة تحقيق عشرات الشهداء والمصابين في مجزرة خيام النزحين برفح الفلسطينية ومصر تدين الاعتداء وتطلب إسرائيل بتنفيذ تدبير العدل الدولية وصلنا إلى ختام نشرة السادسة شكرا للمتابعة ودومتم في أمان الله اشتركوا في القناة